طيب معنا ام جودي من اسيوت السلام عليكم يا حضرتك يا دكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا اخت منين من اسيوت من البداري ولا من من الوسط منين اهلا حضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا من الموت في القصية اصلي في اسيوت وفي يعني في كذا مركز فكنت عايزة اسألوا موسى حضرتك نعم موسى اهلا وسهلا اه سلامة حالب انا على طول يا دكتور جناب وزعاني خالص وما بقدرش نام منهم جدا الف سلامة الحالب كمان الحالب في حبلين كده نازلين من الكلة بنسميهم الحالب نازلين من الجناب نازلين لقدام بيصبوا في المسانة هل يا طرى في شكشكة كده مع البول سلامة تعالى يا دكتور اه طب حللنا بول يا اختي لا يا فندم لا يا دكتور طيب اسمعينا من التليفون وايه تاني غير النغز اللي في الناحيتين عندنا سكر او ضغط لا يا فندم لا يا دكتور انا تمام كل كان بس ثم مقللني قلم شديد 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 فيدي وقت كده بيخلوني مش عارس اعملي اصلا طيب الف سلامة عليكي واسمعينا من التليفون دلوقتي وانا اجاوبك حالا طيب اه احنا الاول حنجاوب بس اختنا من المنصورة لاننا الحقيقة كنت فتح لمدة سبع سنين في المنصورة عيادة بعدها تعبت وبدأت بقى استقر في ميدان الجيزة عمرت النصر ده المكان اللي بقيت مستقر فيه في الجيزة ميدان الجيزة عمرت النصر انما انما تركت المنصورة عشان كده ناص المنصورة غالين عليها جدا فانا اللي عايز اقولولها بس انها دايما لما الايئي السقار تحلى فيه اكتر من سبب فيه اسباب كتيرة اللي ايئي السقار الحقيقة بعضها كويس وبعضها وحش بس خلينا نقول ان احنا بندها مضاد حاوي اي انتبويتك محترم زي الهايبويتك والاوجمنتين او اي حاجة من اخواته وخلينا ناخد وليكن الالف انتيرن ارسين الصبح ارسين بالليل او الامبزيم ارسين الصبح ارسين بالليل وان شاء الله بإذن الله تمشي على الموضوع ده ثلاث اسابيع ولا حاجة وتعيد تاني سرعة الترسيب علا وعاسة يبقى الالتهاب حاجة بسيطة وراحت تمام طيب مهم جدا طبعا تبص على السايم علشان ده مهم يعني هي ما عملتش السايم ده مهم الحقيقة الجليبتس تقدر تاخد معاه دواء تاني بيقلل الحساسية بتحت الجسم للانسولين اسمه دايبتونورم مثلا دايبتونورم او اكتوس اي دواء من الاتنين ده بيقلل الحساسية بتحت الجسم للانسولين مع الجليبتس ان شاء الله الدنيا كويسة لو هي بتاخد الجليبتس خمسين على خمسمية تبدله بحاجة اعلى وليكن خمسين على الف تمام طبعا كنا بتاخد جلوكوفانس فده مفيش مشكلة كان منطلع علينا الرقم كويس ده بالنسبة لام عمر من المنصورة بالنسبة لام جودي من قصيوت الموضوع سهل عايزها تشرب مية وحنا حكينا وقلنا المية روح الكلة المية تمنع الاملاح واذا تعاملت تنزلها قبل ما تبقى حسو واذا بقت حسو توسع الحلب وتنزل الحسو اذا حلف البر والمية بيعمله هذه الامور الكويسة عايزها تعمل تحليل بول لو لقيت الصديد عالي وفيه كرات دم حمرة عايزها تاخد مضاد حاوي طبعا اذا الصديد اعلى من مية بنعمل مزرعة ويمكن لسه احد الجملاء في الستوديو دلوقتي عرض عليها تحليل بتاع مزرعة ايه تحليل المزرعة ده اللي هو اعرضه عليها او بنعمله لأي حد لما الصديد في البول يطلع اعلى من مية لما الصديد في البول يطلع اعلى من مية احنا بنلاقي كلمة تص سيلز تص سيلز يعني الخلاق الصديدية في البول لما تطلع اعلى من مية نعمل مزرعة بول ايه يعني مزرعة البول بالصلاة على النبي كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه السلام صلوا معنا على حضرة النبي بالصلاة على النبي كده احنا بنجيب طبق زي الطبق اللي بتشوفوه الرسمين مسكينه كده بيبقى اه انا بقرب بس المثال بيبقى فيه الوان مختلفة اقول فرش عشان يحط في عين ويطلع لون يحط في عين ويطلع لون احنا بنعمل نفس الحكاية لما اخزة بنجيب البول بتاع المريض ونحطه في كذا عين ونجرب المضادات الحيوية المختلفة على هيئة بودرة فحط بودرة في العين الاولانية وبودرة مضاد حيوية تاني في العين التانية وبودرة مضاد حيوية في العين التالتة وبودرة مضاد حيوية في العين الرابعة واشوف الميكروب اللي في البول ايه اللي قتله وطلع تقرير للدكتور اللي هو بيعالج الحالة ابقى المعمل يرفع تقرير اليه كطبيب مسالك بولية او كلا يقول لي ايه بقى او بطنة كلا يقول لي خد بالك المضادات الحيوية اللي قتلت الميكروب عند الرجل ده كذا وكذا 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 اما اللي ما جابتش فايدة معاه خالص فكذا وكذا وكذا انا كدكتور اختار من اللي هي قتلت وجرب مها هيجي في فايدة على طول ده كان افضل من ان احنا كنا كدكتل هنعمل ايه قدي مضاد حيوة وانشن يا جاب فايدة ما جابش انشن في العيان نفسه كده انا جربت المضاد الحيوة في مين في البول في الطبق بدل ما جربه في العيان نفسه حي لحمه دم فبالتالي هو ده ما يسمى بمزرعة البول بيديني حاجات البكتيريا اللي موجودة في البول او الميكروبات بتقاوم المضاد الحيوة ده تمام طيب